في الحياة أنا بنسمع بشكل متكرر مصطلح اسمه توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجة يعني إيه نوسع هذه القاعدة وإيه هي الحماية الاجتماعية والناس اللي حتستفيده اللي حتستفيد إزاي في الحياة شفنا مجهود كبير جدا للمنظمات المندرجة تحت مضلة التحالف الوطني الأهلي وشفنا أيضا مبادرات كتيرة جدا منهم منها مبادرة خيرك سابق ودي بتعتبر أكبر مبادرة إطعام حدثت في تاريخ مصر كل ده بيتم تحت مضلة التحالف الوطني الأهلي التنموي اللي بيضم أهم 30 جمعية أو مؤسسة تعمل في مجال العمل العام خلينا نتعرف على تفاصيل عن هذا الموضوع لأستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني العام للأهلي حيكلمنا عن دور التحالف وحيكلمنا أيضا عن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية بنصبح على الكفاديم صباح الخير صباح النور على حضرتك وكل السادة المشاهدين الحقيقة خلينا نبدأ بنيدي خلفية شوية عن التحالف لكل السادة المشاهدين إنه التحالف اكتمل توقيع برتوكول تأسيسه في مارس 22 باستجابة سريعة لتوجهات السادة الرئيس بضرورة التعاون ما بين كل الجمعيات الأهلية الكبرى عشان مضعفة جهدها لصالح الفئات المستهدفة وكمان عشان تلاشي بعض الملاحظات حوالين يعني مشكلات كانت بتقابل المجتمع المدني في تكرار الخدمات بعض الأحيان في التحالف الوطني بدأ بداية قوية جدا من مارس على مدار عام بادر بتنفيذ مبادرات قوية جدا على الأرض ساعد قرابة 30 مليون مصري باستثمارات خيرية قرابة 14 مليار جنيه بسواعد ويعني نشاط لعدد كبير من المتطوعين وصل قرابة 251 ألف متطوع على مدار العام الجمعيات الأهلية المنضوية تحت راية التحالف والاتحاد العام للجمعيات الأهلية اللي أسسوا التحالف قدموا كمان خدمات على مستوى تحقيق أهداف التحالف ده الحقيقة اللي كان ظهر بوضوح في استعراض قدرات التحالف أمام السيد الرئيس في مؤتمر التحالف الأول الأسبوع الماضي وده الحقيقة اللي كان محل فخر وكانت رسالة طمأنينة لكل مواطن مصري إن المجتمع الأهلي المصري أصبح ناضج بالشكل الكافي اللي يؤدي فيه أدوار حقيقية في تغيير واقع حياة المصريين وأعتقد أنه ده استشعار القيادة السياسية في تخصيص عام 22 عام المجتمع المدني والمؤتمر يعني إذا بسيرة المؤتمر بقى كان خير ختام وكان تتويج لجهد عام كان ختام مشرف لعام المجتمع المدني كان استعراض لقدرات وإمكانيات التحالف بكل جمعياته وأعتقد أن النمازج اللي تم عرضها الأرقام اللي تم طرحها دلائل على جهد كبير حصل توسيع قادة الحمال الاجتماعية بلغة الأرقام بقى تبقى عامل رسالة طيب خلينا نبدأ الأول بمستهدفات التحالف التحالف بينفذ توجهات الدولة المصرية وتوجهات السيد الرئيس بشكل خاص في توسيع دائرة الحماية توسيع دائرة الحماية بمعنى إيه؟ أني أستوعب كل الحالات أو كل الشرائح اللي بتتأثر بالأزمات واللي بتدخل بشكل يومي في مشاكل وكون مستوعب تماما المتغيرات اللي بتحصل سواء المتغيرات العالمية أو المتغيرات المحلية وأبدأ أجهز بأساليب دعم تأمن الشرائح اللي بتتأثر إحنا طبعا بنعيش أزمة عالمية طاحنة مصر جزء من العالم بتتأثر بيها عشان كده التحالف كان مستشعر ده وبادر بإطلاق عدد من المبادرات الرئيسية اللي بتسعى لاستفادة أكبر عدد ممكن من المتأثرين وهنا بقى فلسفة توسيع دائرة الحماية التحالف من خلال محاور عمله الرئيسية سواء في قطاع الأمن الغذائي أو في مجال تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة أو في مجال التمكين الاقتصادي بيستهدف كل يوم دخول شرائح جديدة بالإضافة للشرائح الأساسية اللي هو بيشتغل عليه ده كله حيوصلنا لإطار تنفيذي بالأرقام بقى إنه زي ما قلت لحضرتك 30 مليون مواطن مصري استفاد من خدمات التحالف المتعددة خلال عام 22 واستهدفات التحالف خلال 23 وبخاصة من السيد الرئيس أكد وإحنا كلنا مستشعرين أنه ما زلنا في قلب الأزم إحنا لسه بنعيش يوميا الأزم الاقتصادية وأثارها فده معناه أنه لابد أنه نبقى كمان كل الجهد اللي حصل في 22 إذا ما استمرناش فيه فلابد أنه نضعفه ونكسفه طيب أستاذ عسام حضرتك تحدثت عن المعنى ومفهوم فكرة توسيع قاعدة الحماية المجتمعية وما إلى ذلك بنتكلم دايما على ذلك أشرته أكتر من مرة للشرائح المستعددة وإحنا بنتكلم بنقول الأسر الأولى بالرعاية الأشخاص الأكثر احتياجا خلينا نوضح للسيدة المشاهدين بما أنهنا بنستهدف الوعي وعايزين المشاهد يبقى فاهم كل تفصيلة وكل خطوة بنقوم بها على أساس إيه؟ إيه هي ما هي الأسر الأولى بالرعاية أو الأشخاص الأكثر احتياجا على أساس إيه بتقيم؟ هذا المصطلح إيه فاند؟ طيب خليني برضو يعني نحدد كده المصطلحات ونحررها عشان المشاهد الكريم يبقى متابع معنا خطوة بخطوة إحنا قلنا أنه بحسب معايير التنمية في أكتر من 8 معايير بيحددوا الوضع الاقتصادي والمعيشي والمستوى الاجتماعي للأسر وبالتالي مدى استحقاقها للخدمة من الجهاز التنفيذي للدولة وبالتوازي مع ده مدى استحقاقها للخدمة من المجتمع المدني من بينها الدخل ومصادره وحجمه في النهاية البيئة المعيشية اللي بيعيش فيها المواطن من خدمات أسسية منزله شكله شكله إيه ومفردات المكونات المنزل دي شكلها إيه الخدمات الترفيهية مدى تمتعوا بيها القبل ده كله عدد أفراد الأسرة العائل نفسه هل هو الأب؟ هل هي الأم زي ما احنا بنشوف في أسر كتير بتبقى الأم مطلقة أو أرملة وهي بتبقى مرأة معيلة؟ هل هو الأب ومصاب بأمراض أو يعني عز الله الجميع في عنده عائق يمنعه من أنه يقوم بدوره كأب وكمعيل للأسرة؟ كل دي محددات وضوابط تنموية بيتخلينا في الآخر بحسب القياس عليها بنقول الأسرة دي من الأسر الأولى بالرعاية أو الأسرة دي مقتدرة وبالتالي يا إما كانت معنا وخلاص وضعها للاقتصادي والاجتماعي اختلفها بنبدأ نخرجها ونحطها على أول الطريق وندعمها زي كل زي ما كل الشعب المصري بيدعم من الجهاز التنفيذي للدول هنا الفارق بقى اللي بيعمله المجتمع المدني من خلال توحيد قاعدة البيانات إحنا بنتكلم على أعداد كبيرة كان قبل ظهور التحالف كان عندنا مشكلة أنه الجمعيات الأهلية الكبيرة مفيش مئدة واحدة بتجمعنا إحنا قوة كلنا بنشتغل وكلنا مستهدفين صالح الوطن تسموك وتنزلوا نفس القرية وتعملوا نفس المشروع الأسرة نفسها كان ممكن تستفاد مني وتستفاد من حضرتك تستفاد من حضرتك وبدون ما إحنا كلنا نستشعر الخدمة دي ده مش بس كده ده كان نفس الخدمة اللي أنا بقدمها أنا باجي مثلا المؤسسات الأهلية كلها في شهر رمضان بتقدم كارتين الماضي الغذائي طبا فبيجي علينا وقت أنا بقدم للأسرة وغيري بقدم وغيري بقدم خلونا برضو كمان نفرق ما بين فكرة أنه ما فيهاش مشكلة أنه أسرة خدت كارتونة في أول الشهر وتاخد كارتونة تاني يوم 15 وتاخد كارتونة تاني أو تالت في نهاية الشهر لكن فيه مشكلة أنه الأسرة تاخد عشر كارتين وأسرة تانية ما تاخدش خالص هنا بقى كان لابد من توحيد قاعدة البيانات كان لابد من أنه مؤسسة رسالة ومؤسسة صناع الخير وكل المؤسسات الكبرى اللي بتشتغل على الأرض لوحد الجهود تخرج بقاعدة البيانات بتاعتها ونراجع بالتوازي مع ده كله مع قاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وعشان كده التحالف الحقيقة تصدى للنقطة دي وقدر يخرج في تقييم الشخصي هو مخرج رائع وهو قاعدة بيانات موحدة للمستهدفين على مستوى الجمهوري وهنا بقى لابد أن نقف إجلالا واحتراما للإنجاز ده لأنه سمح بفكرة أنه ما فيش مصري على أرض مصر ما بقاش مستفيد وفي نفس الوقت العدالة في توزيع العمل الأهلي صحيح وسهولة في الوصول الجهود دي بقى ليها معنى فعلا بالشكل ده لو الأسرة أو أسر معينة بينها كان بتوصل لها الدعم أكتر من مرة أو من أكتر من جهة وأسر تانية ما بيوصل لهاش خالص أنا كده آه ساعت جزء لكن فيه جزء تاني منسي تماما فإحنا عندنا لسه نفس المشكلة إحنا كمان في أهدف التنمية المستدامة فيه شعار لأحد خلف الركب فهنا خلف الركب طرد أنه ده هدف تنموي بنشتغل فيه لن تحدث تنمية مستدامة طول ما فيه شرايح منسية في شغلنا فلما عندنا قاعدة بيانات موحدة نشتغل بيها بشكل عام حيبق فيه عدلة في التوزيع زائد كمان قاعدة البيانات دي هتوضح لي المستهدف ده احتياجه إيه قاعدة البيانات مش بس بتديني رقم لا ده بتديني مؤشر وبتبقى بصلتي في الخدمة اللي هقدمها يعني أنا مثلا لما أقدم خدمة لشرائح أشخاص زوية عاقة في قرية مثلا باحتياج معين غير لما أقدم مثلا خدمة لسيدات فضليات من الأرامل والتقلقات في مدينة مثلا آه صحيح لتنين أسر أولى بالرعاية لكن طبيعة الاحتياج مختلف وبالتالي ليس كل الخدمات اللي بتقدم صالحها لكل الأفراد وتفيدهم وتؤثر وتغير في واقع حياته صحيح عشان كده هنا برضو أهمية قاعدة البيانات وإحنا بنقول إحنا ما وصلناش لرقم وخلاص في عدد المستفدين لا إحنا بنقول قاعدة البيانات بمعنى كل أسرة مستهدفة أنا عارف فيها عدد أفرادها قد إيه طبيعة النشاط الاقتصادي اللي متاح يعني عايزة أقدي مثلا لحضراتكم مثلا أنا بشرف أني مدير مركز إعلامي لمؤسسات صناعة الخير عضو التحالف الوطني اللي عامل أهل التنموي لما بنشتغل في صناعة الخير على التمكين الاقتصادي كهدف من أهداف التحالف بنشتغل على فكرة أنه المكان اللي إحنا نزلين نعمل للأسر المستهدفة تمكين اقتصادي النشاط العام في إيه لما ننزل مثلا في قرية زي المنصورية في مركز دراو مثلا في أسواب المنصورية قرية مشطأة لنهر النيل الأهالي كانوا شغلان الشغل الأساسي أو الحرفة الأساسية لهم كانت الصيد نظر يعني بطبيعة الأحوال الاقتصادية الصياد عشان ما بيقدرش يعني ما بيحدسش مركبه وما بيقدرش عنده فيها مطوروس ومقوى وشبك حتى كمان يعني يحفظ على البيئة فالأحوال الاقتصادية بالنسبة له بتدهور ابنه اللي بيكبر يا إما يسيب الحرفة عشان ما فيش مركب يا إما يشتغل بالأجر عند الغير ويوم يشتغل ويوم ما يشتغلش يا إما بيسيب أصلا بالبلد اللي هو قعد فيها أو المدينة فيها وهنا بقى بندخل بقى في الهجرة غير الشرعية والمشاكل الضخمة وبالتالي التنكين الاقتصادي هنا لما يبقى مبني على أسس تنموية زي ما عملت صناعة الخير حيبقى الشغل هنا بقى رايح للهدف الحقيقي ورايح لتحقيق الفكر تلبيت الاحتياج الحقيقي وبالتالي لما قرية زي المنصورية 30 صياد فيها يستفادوا بمراكب صيد ينزلوا البحر ويبدأوا يصطادوا وتبدأ الحركة تشتغل معهم ده الفكر التنموي اللي مبني على دراسة وده اللي أنا وفرت فرصة عمل وعملت خير وفي نفس الوقت مدتوش سمكة لا أعلمتوا الصيد بالزبط زي ما بيقولوا طبعا أنت قلت بلغة الأرقام 30 مليون في 20-22 المستهدف 2023 كام؟ هنوسع القاعدة للرقم قد إيه وأهم البرامج اللي حتم على غرار برضو اللي حركت ذكرته المثال بتاع أسوان يعني مش أنا طبعا جميل أن أنا أدي كاراتين طهام وجميل أن أنا أعمل كده لكن الأجمل أن أنا أعلم الأجمل أن أنا أوفر فرصة عمل الأجمل أن أنا أخليه هو يكسب كل يوم يعني أنا ما شايف أنه ده هو ده فعل الخير الحقيقي طيب التحالف الوطني اللي عمل أهل التنموي بيشتغل برؤية واستراتيجية علمية في كل نواحي أنشطه لما بيقدم أنشطة أساسية تفيد الناس بيشتغل على الشكل التكاملي بمعنى أنه في الوقت اللي بيقدم فيه مساعدات غزائية عشان فيه أزمة اقتصادية طاحنة بيمر بها العالم ومصر جزء منها وبيطلق مبادرة خيرك سيب عشان توصل لأكتر الشرائح من خلال ثلاث مستويات أساسية اللي هي كارت الخدمات والكاراتين المواد الغزائية ويستهدف خمسة مليون أسرة مصرية في الوقت ده إحنا ما اكتفناش وموقفناش على المساعدات الغزائية إحنا شغالين تمكين اقتصادي في الوقت اللي فيه توزيع كارتين مواد غزائية أو مطبخ شغال على وجبة لحد محتاج فيه جمعية أهلية بتشتغل على مصنع بيعمل أنوال عشان يبقى فيه مشغولات يدوية وعشان يبقى فيه سجاد يدو ويطلع يتصدر ويرفع اسم مصر عالي عشان يبقى فيه زراعة نقية ومحافظة على البيئة وزاد جودة وترفع برضو شعار صنعة في مصر في المنتجات الزراعية اللي بتغزو أسواء العالم إحنا المنظور التكاملي للعمل الأهلي المصري أصبح واقع من خلال كفر يدار بشكل جيد ومن خلال إمكانيات وقدرات للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية الكبرى ومن خلال كمان الحقيقة دعم قوي وإيمان بأهمية الدور من القيادة الساسية والرئيس عبدالفتاح السيسي وده الحقيقة الحافز اللي بيخلي المجتمع المدني مش بس يحقق خطوات جيدة لصالح الشرائح الأكثر احتياج ده كمان يحقق قفزات في واقع معيشته بكل تأكيد لو حضرت تكلمنا عن مبادرة خيرك سابق وكمان سمانة عن كارت الخير في بضي تسأل إيه كارت الخير ده إيه آلية عمل وإيه هيفيدنا بإيه لوح ده تشرح لنك كل التفاصيل دي طيب خيرك سابق الحياة برضو يعني اختزال لفلسفة التحالف في الشغل على الأرض بعد الشرائح نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة اللي العالم بيمر بيها تأثرت كانت بتدي كانت بتساعد كانت بتاخد بإيد اللي حواليها نتيجة الأزمة الاقتصادية الشرائح دي دخلت في دايرة الاحتياج الفعلي فكان لابد إن إحنا وإحنا بنساعدها يعني نبقى محافظين على كرمتها ومحافظين على شعورها ومحافظين على يعني البعد النفسي عندها فإحنا وإحنا بنديها الكارتونة وإحنا بنديها كارت الخير وإحنا بنديها الواجبة بنقول لها والباج على على صدرنا وإسم ودرتنا خيرك سابق إنت قدمت وإحنا النهاردة جيت دور إن إحنا نساعد معيك إنت ساعدت والنهاردة إحنا إنت بتساعد عشان ترجع تاني بكرة تساعد وهي دا دا يعني ومعنى التكافل والتضامن الاجتماعي التنفيذ بقى وقاليات التنفيذ ومفردات التنفيذ لثلاث مستويات اللي قلت لحضراتكم عليهم كارت الخير دا من بين أدوات تنفيذ التحالف لمبادرة خيرك سابق في بعض الأحيان مش كل الكارتونة الغذائية بتلزم كل الأسر صحيح ومش كل الكارتونة الغذائية بتنفع في كل النطاقات زائد إنه ممكن يبقى الأسرة عندها احتياج مختلف شوي عندها احتياج غيازي غذائي غير السكر وغير الشاء فأنا بحترم في الأسرة الاختيار تعمل إيه بقى هنا أديها كارت مدفوع مسبقا للمكان بمجاب الكارت اللي قيمته من 300 جنيه لـ 500 جنيه كأنه شيك حضرتك بتاخده بتروح به المكان التوزيع بيديك سلع غذائية أنت بتختارها بقيمة الكارت زي التموين كيف؟ مثلاً يعني ده شكل من الأشكال أنت حضرتك حر أنك تختار ما يلزمك من كل السلع اللي موجود عايزة غير ملزم تماماً غير ملزم بأنك تاخد حاجة بعينها وإن كان الإطار العام المواد الغذائية الأساسية عشان برضو نبقى إحنا يعني إيه ما شجعناش سياسة الاستهلاك الخاطئة بقيمة الفلوس صحيح إحنا بنقول أن السلحة الرئيسية قدامك واختار زي ما أنت عايز ده مستوى المستوى التاني أنه مش كل منافس توزيع موجودة في العزب والقرى على مستوى الجمهوري صحيح وبالتالي مهم أنه أرجع بالتوازي مع ده آه أنزل برضو بالكارتون وأنا أحط في الكارتونة المواد الغذائية بأمراعي المنطقة وطبيعة الحياة المعيشية يعني مثلا الكارتونة اللي حتتوزع في براماض وحلايب وشلاتين وفي أبرق غير الكارتونة اللي حتتوزع في السلوم وفي سيوة على سبيل المثال المواد الغذائية اللي بيستهلكها المواطن في كاترين وودي فران والمناطق المجاورة غير المواد الغذائية اللي بيستهلكها المواطن اللي عايش في قرى من قرى الخارجة والدخل الكلام ده كله بيخلينا وإحنا بنعبي وإحنا بننظم للكارتونة في المواد الغذائية عارفين هي رايحة فين وبالتالي بنبقى زائد إن الحقيقة كمان في تجارب داخل التحالف حوالين الحفاظ على القيمة الغذائية للمنتج اللي رايح أنا بدي مش مجرد بدي سلعة أنا بدي قيمة غذائية فعشان كده ده المستوى التاني مستوى الكارتين للمواد الغذائية مستوى التالت بقى إنه إحنا بنلمس إنه بعض يعني الأحيان الوجبة الغذائية السخنة الجهزة مهم فعشان كده إحنا بنبدأ بتجهيز مطابخ وتكيات على مستوى الجمهورية لتوزيع الوجبات اللي سخنة على المستحقين ربنا بارك في حضراتكم ما نقدرش ننكر طبعا التحالف عامل جهد جبير جدا التاريخ هو أكبر معلم يمكن قالنا إن ألمانيا لما خرجت بالحرب العالمية تاني اللي قومها كان منظمات المجتمع المدني ما كانت شركات الحكومة ساعتها فدور المجتمع المدني سعاد بيبقى مهم جدا 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 إنه هي اللي بتفعلا بتنظم العمل وبتعرف تدير و دايما الخير موجود زي بيقولوا كده الخير في أمتي إلى يوم الدين شكرا جزيلا أستاذ عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني العامل الأهلي شكرا جزيلا لحرك نورتنا أفنم شكرا شكرا جزيلا